لا تنفك ميليشيا قصد عن ممارساتها التعصفية بحق المدنيين في مناطق استيلائها عرباً وكرداً وسرياناً من كافة المكونات الأخرى ممارسات دفعت أهالي عين العرب كوباني للتظاهر ضد الميليشيات التي تفرض مناهجها غير المعترف بها فضلاً عن اختطاف عدد من المدرسين الرافضين لتلك المناهج المظاهر انطلق بها طلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية مع ذويهم وناشطين السياسيين تضامناً مع المعلمين الذين يواجهون تهديدات متكررة ويتم اختطافهم من قبل تلك الميليشيات وتحت ذريعة تقديمهم دورات بمناهج نظام أسد متناسية صفقات النفط التي تعقدها بين الفينة والأخرى مع ميليشيا أسد ولأن قصد التي أناطت بنفسها الديمقراطية تعرف ديمقراطيتها بلغة القتل والاختطاف ومصادرة الحريات الشخصية وتكميم الأفواه لم يرق لها مشهد المظاهر السلمية فاعتدت على المتظاهرين بالضرب لتفريقهم واختطفت عدداً منهم بينهم الرئيس السابق للمجلس المحلي عدنان بوزان والمجلس الوطني الكردي إضافة إلى عضو اللجنة المركزية لحزب يكتي الكردستاني المفارقة هنا تبدو صارخة فبينما تلزم قصد المدنيين بمناهجها التعليمية وتهدد وتعتقل من يرفضها كشفت نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي قبل أشهر أن معظم أبناء قيادي ما تسمى بالإدارة الذاتية قدموا امتحانات في المرحلتين وفقاً لمناهج نظام أسد وفي مقدمتهم أبناء مصطفى بالي المتحدث الإعلامي لميليشيا قصد وآخرون كثر وفي استمرار لسياستها التعصفية ضد المدنيين في مختلف مناطق استيلائها تؤكد وسائل إعلام محلية أن الميليشيات استولت على سبع مزارع قطن شمال الرقة واستقدمت ورش عمل لقطاف القطن متهمة أصحابها بأنهم عناصر في فصائل الجيش الوطني ويقيمون في مدينة تل أبيض وناحية سلوك إذن اختطاف وصرقات واستيلاء على المنتلكات وصفقات مشبوهة من نفط وغيره لتستمر الميليشيات في ممارساتها التعصفية ضد المدنيين وإرهابهم ولن تتوقف عند مناهج التعليم التي تفرضها على الطلاب بل تكميم أفواه المنتقدين أيضا في مناطق استيلائها لتبقى انتهاكاتها شاهدة على جرائمها على مر الأزمان والعصور